بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوَّى وقدَّر فهدَّى والصلاة والسلام على خير الخلق محمدٍ الأمين النبي العربي الهاشمي سعادة الرئيس الزميلات والزملاء الشعب الأردني العظيم القابض على جمر الوطن الكاظم غيظ الغضب الصابر الحليم على العابثين بماضيه وحاضره ومستقبله المُتعب بوطنيته وعروبته ووليَّ الدم العربي الذي يُراق ظلماً في كل مكان يا أبناء الكرامة سلامٌ عليكم وسلامٌ على الأرض التي أنجبتكم وسلامٌ على الوطن الذي تحملونه في قلوبكم فأنتم الغد وأنتم الحلمة وأنتم البقاء سلامٌ على فلسطين الحبيبة وعلى غزة هاشم سلامٌ على القدس العربية المُوحدة شقيقة الكرك ورفيقة التاريخ فبين الكرك والقدس حبلٌ من نورٍ مشدودٌ بين القلوب يُعانِق الروح ويصون الجذور لقد كشف العدوانُ الهمجيِّ البربريَّ على غزة ولبنان عن الوجه الحقيقي للمُجتمع الدولي أدعياء الحضارة وحقوق الإنسان والقيم فبأي حضارةٍ هذه التي تُبنى على أشلاء الأطفال وأي حضارةٍ هذه التي تقفُ عاجزةً أمام المحرقة والجرائم والمجازر التي يرتكبُها الاحتلال في غزة والظفة ولبنان لكن ثمتَ من لم يترُك غزة وحيدة لقد قدَّم جلالةُ الملك عبدُ الله الثاني درسًا في القيادة والإنسانية والقيم والأخلاق للعالم أجمع لم يُوفِّر جُهدًا ولا وسيلةً لمساندة ومساعدة أهلنا في غزة وفلسطين فقاد بنفسه طائرة مساعداتٍ اخترقت الحصار فوق سماء غزة ودفع بأغلى ما يملك بعرضه وولي عهده وابنته سمو الأميرة الفارسة سلما ليكونا على متن طائرات الإنزال وعلى ساحة الدبلوماسية الدولية كان الملك يخوض معركةً سياسيةً وإعلاميةً لمواجهة السردية الصهيونية وفضح الكيان الغاصب هنا لا بد أن نشيد أيضًا بجهد وزير خارجيتنا معالي السيد أيمن الصفدي على هذا الصدد ومن فوق منبرنا هذا من مجلسنا نؤدِّي تحيَّة احترام وإجلال وتقدير واعتزازٍ وفخرٍ لجيسنا العربي ولخدماتنا الطبية والأجهزة الأمنية والهيئة الخيرية الهاشمية وللشعب الأردني العظيم لدورهم وجهودهم في صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وحين غابت العدالة كان صوت الحق وحين ضاقت السبل كان الحُظن لكل ملهوفٍ عربي وحين اشتد الحصار كان الزاد والماء سعادة الرئيس الزميلات والزملاء وفي السياق وبالعودة للبيان الحكومي فقد تناولت القضية الفلسطينية بالتأكيد على الثوابت الأردنية حيالها لكنه تأكيدٌ تقليدي يا دولة الرئيس من خلال الرئاسة لم يأتي بجديد إذ كنا نترقب أن يشير البيان الوزاري إلى خطط الحكومة لمواجهة التحدي الوجودي الذي يهدِّدنا والذي لم يعد يخفيه عدونا بل يُجاهِر به علانية وبكل صلفٍ ووقاحةٍ ودون اعتبار للقوانين الدولية ودون أدنى احترام لجميع الاتفاقيات فلا يكفي أن نُعلِن رفضنا للمُخطَّطات لمُخطَّطات العدو التوسُّعية نريد خططًا وحلولًا آمنة كي نتأكد أن الحكومة قادرة على تحمُّل مسئولية هذه المرحلة التاريخية سعادة الرئيس، الزميلات والزُّملاء إننا إذ نقِف اليوم أمام لحظةٍ تاريخية تستدعي منا التمعُّنا العميق والتحليل المسؤول لحظةٌ تُجسِّد مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية في معالجة قضايا الأمة والمُجتمع بما يتجاوز الكلمات الرنانة والوعود الفضفاضة والثقة يا دولة الرئيس عبر الرئاسة لا تُقاسُ بعدد المانحين إن الثقة الحقيقية التي نحنُّ والحكومة نُوابًا وحكومةً بأمسِّ الحاجة إليها هي ثقة الشعب الأردني وأقرب الطُرُّق إلى كسبها هو طريق الدُستور فعلى السلطات الالتزام بحدود العلاقة التي رسمها الدُستور دون مُناكفةٍ أو تبعيةٍ أو هيمنة بل تعاونٌ من أجل مصلحة الوطن والمواطن تعاونٌ لا يكونُ بالمُساومة على المبادئ والحقوق بل بالمُصارحة والشفافية والحوار لقد عانى هذا الوطن العظيم من تبعات سياسة مُحاولة تهميش دور مجلس النُواب وتجريده طوعًا من صلاحياته ودوره في المُراقبة على الأداء الحكومي وضبط المشهد العام لكننا نلمسُ لدى الزُملاء في هذا المجلس عزمًا جادًا وصادقًا للمُحافظة على هيبته ومكانته ودوره وصلاحيات مجلس النُواب بإذن الله حتى تستقيمُ الأمور ويصلُحُ حال الدولة فلا تحديث ولا إصلاح ما لم يكن للمجلس كلمة الفصل في القضايا الوطنية الكُبرى وإن لم يُمارِس دوره الرقابي باستقلالية ومسؤولية انطلاقًا من الثابت الدُستوري بأن نظام الحُكمة نيابيٌ ملكيٌ وراثي سعادة الرئيس، الزميلات والزُملاء لقد قرأنا البيان الوزاري واستمعنا لما حمله من خططٍ وبرامج والحقُّ يُقال، البيانُ مليعًا بالطموحات الكبيرة لكنه كالعادة من البيانات التي سبقته يفتقر إلى ما يُطمِّنُنا أن تلك الطموحات ستتحقَّق على أرض الواقع يفتقر لجدولٍ زمنيٍ مُحدَّدٍ ودقيق لقد شبعت خزاءٌ الشعب من الوعود التي تُطلق ثم تضيعُ في متاهات البيرُوقراطية وأعذار الإمكانيات المحدودة وقرأنا في البيانُ عن التحديث السياسي ولم نرى تحديثًا في المُمارسة فالحكومة تشكَّلت دون تشاورٍ جاد ومُؤسَّسي مع الأحزاب التي نالت ثقة الناخب الأردني وحتَّى حين قررت توزيرها بعض الزُملاء الحزبيين لم تكن الحزبية منطلقًا لاختيارهم وحين عدَّت الحكومة بيانُها تجاهلَت برامج وأفكار الأحزاب حيال الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها فكان الأجدى يا دولة الرئيس عبر الرئاسة أن تجلس مع الأحزاب وتتشاور في محاور البيان الوزاري كي تستعين بأفكار وبرامج هذه الأحزاب كما تحدَّث البيان عن رؤية التحديث الاقتصادي لكننا نسأل من أين ستموِّل الحكومة مشاريعها الطموحة في ظل الدين العام الذي أشار البيان الوزاري إلى أنه وصل إلى مستوياتٍ خطيرة إن الفقر والبطالة باتا مآسي يومية في حياة الأردنيين فهل دعم 250 شركة ناشئة خلال السنوات الخمسة المقبلة كافية لإحداث فرقٍ في أزمة البطالة؟ هل زيادة الحد الأدنى للأجور كافية لإحداث فرقٍ في أزمة الفقر؟ وماذا عن أبناء القطاع العام من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وباقي العاملين في المؤسسات الحكومية الذين يترقَّبون زيادةً في الرواتب منذ آخر زيادة شهدتها رواتبهم قبل نحو خمسة عشر عاماً أين السياسات التي تحمل استثمارات المحلية وتستقضب الأجنبية؟ هل ستبقى مواردنا وثرواتنا كامنةٌ في الأرض ونكتفي بالحديث عن حجمها وقيمتها؟ هل من مُددٍ زمنيَّة لإنعكاس ذلك على خزينة الدولة؟ وأتساءل عن خطط الحكومة لتعزيز الجبهة الداخلية والولاء عبر تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين المحافظات والمدن والأطراف والقرى والبوادي وفرض ثنائية الكفاءة والعدالة كمعيارٍ أساسي في الإدارة العامة وبالحديث عن الفجوة بين المحافظات وأعلم يا دولة الرئيس عبر الرئاسة أن ما سأقوله الآن مكانه في مناقشات الموازنة ولكن لا يضير الإشارة إليه للتأكيد على أهميته فعندما نرى إن موازنات المحافظات لم يصرف جلها بحجة البيروقراطية وعديداً من المعيقات فهل لدى الحكومة خططاً تضمن إنفاق ما سيتم تخصيصه للمحافظات؟ وهل ستخصص بعدالة؟ وهل ما؟ شكراً سعاد النائب شكراً سعاد